منذ اللحظة الاولى لاعلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي وقعت بين البلدين في ابريل من العام الماضي اثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان لمصر وما ترتب على الاتفاقية من اعلان مصر رسميا سعودية جزيرتي تيران وصنفير وهناك معركة لها جانبا الاول سياسي وثاني قانوني ولا تزال المعركة قائمة فبقرار من الحكومة المصرية تمت احالة اتفاقية تيران وصنفير الى مجلس النواب للنظر فيه فسلطة القضائية ممثلة بمحكمة القضاء الاداري كانت قد اصدرت حكمين ببطلان توقيع الاتفاقية بين مصر والسعودية لكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم امام المحكمتين الدستورية والادارية العليا فيما قررت المحكمة الادارية العليا حجز القضية للحكم بجلستها المقررة في السادس عشر من يناير قادم معرضون للاتفاقية وصفوا خطوة الحكومة بانها مخالفة للدستور والقانون حيث ان القضاء هو صاحب الكلمة الاخيرة في هذه القضية فيما يرى مؤيد الاتفاقية ان البرلمان هو صاحب القول الفصل وفقا للدستور المصري يذكر ان جزيرتي تيران وصنفير تقعان في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الاحمر تم وضعهم تحت تصرف مصر باتفاق خاص بينها وبين سعودية وكانت اسرائيل قد احتلتها عام 1956 ضمن الاحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي ومرة اخرى في الاحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كام ديفيد بعد الانسحاب الاسرائيلي ظلت جزيرة تيران وصنفير تحت الحماية والادارة المصرية ويتوجد بها القوة الدولية المتعددة الجنسيات بحسب اتفاقية كام ديفيد ومعاهدة السلام ووقوعها في المنطقة اشتركوا في القناة